هذه ليست فرقة تنقيب عن الآثار إنهم أهالي منطقة في محافظة أبيان حثر أطفالهم الذين كانوا يلعبون كرة القدم بالصدفة على عملات ذهبية قديمة تدعى الناس من كل مكان وأخذوا ينقبون في أرض ترابية بلا خرائط أو أدوات أو معلومات وقد وجدوا القليل من العملات تم تسليمها إلى المتحف الوطني في عدن عبر وزارة الثقافة لم تضع السلطات المحلية أي حماية للموقع وليست هناك فرق مجهزة للتنقيب الأثري العلمي وقد مرت سنوات طوال منذ نقب متخصصون عن الآثار في اليمن ولم تعد هناك أي فرق للمسح أجنبية كانت أو محلية ومثلما اكتشف الصغار وجود القطع الذهبية في أبيان فقد كشفت السيول عن قطع أثرية في حضر موت ولم يعلن عن الطريقة التي سيتم التعامل مع ما تكشف عنه المياه في مجاريها والمعروف علميا أن القطعة الأثرية تفقد قيمتها عندما تخرج من موقعها ولا يتم تحديد مكان العثور عليها وكيف تم ذلك وهذا تقريبا هو الحال الذي يتم به العثور على آثار يصادف خروجها وجود حرب بلا نهاية